طيب اكلمنا قبل كده عن البين كود وعرفتكم ايه هو البين كود او ايه هو اثبات صحة العنوان او ايه هو رقم التعريف الشخصي لان البين كود بيضم الثلاث اسماء كما عرفتنا قبل كده وعرفتكم بشكل تفصيل لتعمله ايه لو البين كود مجالكوش ولو انت ما شفتش الفيديو هسبولك في حرف الاي لهايزر عندك في قوة دلوقتي حاول انت تخرج تشوف الفيديو عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي وبقرارها عليكم للمرة التانية لو في حد ما وصلوش البين كود ما يحاولش انه هو يقلق ما يحاولش انه هو يخاف الموضوع ابسط مما تتخيلو الحساب اللي معي دلوقتي ده الحساب ده كان متعلق بسبب ان البين كود كان لسه ما وصلوش وجاء طبعا الرسالة بتاعت ادسنس والبين كود تقريبا وصل بعد رسالة ادسنس بحوالي اتناشر يوم يعني بعد ما ادسنس بعته بحوالي اتناشر يوم البين كود وصل للحساب ده وعشان كده هنا بيقول لك دفعتك مولقة لانك تحتاج الى اثبات صحية عنوانك تعالوا بقى نعرف ازاي ما بعضنا كده ان نقدر ان احنا ندخل البين كود في الحساب ده عشان نقدر ان احنا نفك التعليق بتاعه الحاجة الاولية كده انت عندك دلوقتي طرقتين تقدر ان انت تدخل بهم البين كود بتاعك الطريقة الاولى اللي انت ممكن ان انت تدخل بها البين كود لو دخلت على الحساب بتاع جوجل ادسنس بتاعك وجيت هنا هتلاقي ادسنس من اجل يوتيوب لو جينا بسAAD اهه كده هتلاقي التحقق من عنوانك للاستمرار في تحقيق الربح هنا بيقول لك الى أنت تحتاج الى التحقق من عنوان عسال الفواطير الرخاص بك لمواصلت تحقيق الربح وتلقي الاموال ويرجي الارسال الرمز المرسل اليك الى البريض هو بمعنى أصح بيقول لك هنا المكان ده انت تقدر ان تدخل منه البين كود هنا لو جئنا وصلنا كده هتلاقي عندك التحقق من العنوان لو جئنا ضغطنا عليها كده هيدخلنا على الصفحة دي اللي هنقدر نحن هنا في المربع ده نحط الرقم التعريف الشخصي اللي هو البين كود دي الطريقة الاولية طب ايه هي الطريقة التانية بكل بساطة ان انت برضو لما تدخل على حساب الادسنس بتاعك بتيجي بتنزل هنا على الجزء بتاع الدفعة بعد كده بتنزل على إثبات الهوية وصحة العنوان بيدخلك برضو على نفس الصفحة دي وبتقدر ان انت تحط البين كود في المربع ده طيب تعالوا بقى كده ان نحط البين كود مع بعضينا عشان نقدر ان احنا نفوك التعليق بتاع الحساب ده هنكتب قد دلوقتي البين كود وبين كود بيبقى رقم بيوصلك في ظرف بيبقى الرقم ده مكون من ستة اركاب بتقدر ان انت تحط في المربع ده زي ما قلت لك كده وبعد كده بتضغط على كلمة ارسال بعد كده ما عملنا ارسال البين كود جلنا هنا اضحقت منها لانوان مجتملة لو جنا كنا بصنا عليها من شوية جانا هيقول لك اتحقق منها لانوان بحاجة الى اهتمام بعد ما احنا دخلنا البين كود هنا بقت كده مكتملة طب حد هيجا يقول لي هيقول لي طب ما لسه الحساب متعلق فوقه دفعتك معلقة لانك تحتاج الى اثبات صحة عنوانك كل اللي عنها اللي احنا نعمله هننتكي كليك يمين وبعد كده هنضغط على بريلود فاكنا التعليق بتاع الحساب الحساب بلوقتي شغال خالص ما فيش اي مشكلة فيه ولو جنا هنا وصنا على الجزء بتاع الاشعارات هيقول لك لها اشعارات جديدة هنا الاشعارات اللي بتوصل لاي حد لو الحساب لقدر الله فيه اي مشكلة بتوصل لك من خلال الاشعارات اللي هناك طب لو جنا بصنا على اشعارات السابقة كده دفعتك معلقة لانك تحتاج الى اثبات صحة عنوانك مكتوب تحتها تم الحل ومعمول جنبها علامة صحة باللون البغضة كده الحساب شغال مفيش فيه اي مشكلة تماما كده هتقدر ان انت تكمل بقى الارباح بتاعتك وهو دا كان فيديو بتاع النهاردة اللي حبيت ان انا اعرفكم ازاي انك تقدر انك تعمل اضافة للبنك كود بتاعك الموضوع سهل الموضوع بسيط مفيش فيه اي مشكلة تماما لو عندك اي استفسار او عندك اي سؤال اكتبلي تحت في الكمنتات وارد عليك لايك اك شيرك وسبسكرايبك واي لتوصل اجتماعي الخاص بي لتواصل معي هتلاقو تحت التسكريبشن شوفكم فيديو جاي سلام شكرا